في قطاع السكن أطلقت وزارة السكن صيغة سكنية جديدة تحمل تسمية السكن العمومية الترقوي تخص فئة الذين يتقذون رواتب من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدة تكون مكملة لبرنامج تحسين السكن وتطويره عدل الذي حُدد للأشخاص الذين يتحصلون على أجور متوسطة متابعة أكثر في الموضوع مع ياسين باباسي السكن العمومية الترقوي صيغة جديدة أدرجت مؤخرا في برنامج السكن العمومية للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي ولا سكنات البيع بالإيجار ويشترط هذا البرنامج أن يتراوح الدخل الشهري لطالبي السكن بين 108 ألف دينار و216 ألف دينار مع شرط عدم امتلاك أي سكن أو قطعة أرض مخصصة للبناء وعدم الاستفادة من أي دعم لدولة للحصول على سكن وفيما يخص ملف الذي يستوجب دفعه من طرف الراغب في الاستفادة من هذه الصيغة الجديدة فيتكون من طلب خطي شهادة الإقامة شهادة الميلاد وشهادة ثبت قيمة الدخل هذا وسيتم فتح أبواب التسجيل على الراغبين في الاستفادة من صيغة السكن العمومية الترقوي قريبا حول الله في آخر مواجهة أول ورشة فلربما تكون على مستوى جزائر العاصمة على مستوى مدينة عنابة على مستوى مدينة وهران بالفرد دينار ندفعوهم في المديرية الجهوية تعلق الوينبي كبيرت نجم تدفع في مديرية السكن لقول الولاية وإذا كان هناك ارتضى علينا الحال نجمو حتى ندفعوه في الوكلات بيع الشيئة العديل الولائية يعاونونا باش يستقبلوها بالملفة وعن شكلي ومميزات سكنات البي بي يوضيف المدير العام للشركة الوطنية للطرقية العقارية الذي تم إسناد مهمة إنجاز هذه الصيغة الجديدة كان شيقة أفتر وغرفة هذه تعمل على الأقل 80 متر كاري وكان له أفتر يعمل على الأقل 100 متر كاري وكان له أفتر يعمل 120 متر كاري مشاريع وبرامج سكنية عدة بمختلف الصيغة تمثل رهان الحكومة للقضاء على أزمة السكن في انتظار تسيدها على أرض الواقع